يعني خلونا نعرف مع بعض كواليس مهرجان العالمين من فاطيمة اللي دلوقتي هتقول لنا آخر التفاصيل والأجواء هناك هتبع عاملة زي مسائل فل عليك يا فاطيمة مساء الخير يا بسانتو مساء الخير على كل متابعي ومشاهدي برنامج العالمين والقناة الأولى عايزة أقولك إن النهاردة كان فيه فعالية حلوة قوي أنا حضرتها من شوية وهي بروفات عمل مصرحية السندباد وكانت بحضور كل أبطال العمل واللي هيتم عرضه الأول بكرة 8 أغسطس لحد 10 أغسطس العمل طبعا من بطولة النجمة الكبير كريم عبد العزيز والنجمة نيلي كريم ويزو ومصطفى خاطر والعدد كبير جدا من نجوم الكوميديا وكمان من تأليف شابين مميزين جدا وهو محمود نبيل ومحمد زيزو وكمان من إخراج المخرج الكبير أحمد الجندي كان بروفات وأجواء بروفات كده حماسية وحلوة جدا وبكرة طبعا هيكون أول عرض ليهم وأكيد هيبقى عرض مميز وزي ما أنت قلت في الإنترو بتاعك النهاردة أنه هو بعد غياب كبير جدا للنجم الكبير كريم عبد العزيز عن المصرح لفترة كبيرة جدا دامة 20 سنة رجع لنا بعمل آخر وهو السندباد وده طبعا بالتعاون ما بين الشركة المتحدة لخدمات الإعلامية وموسم الرياض فيه فعليات كتير جدا هتنضم لفعليات مهرجان العالمين في النسخته التانية من ضمنها هي طبعا الساكر جراس اللي هتكون يوم 9 أغسطس يوم الجمعة القادم ودي عبارة عن بطولة لاكتشاف المواهب الشبابية في كرة القادم وهيكون فيها جوائز مالية مميزة جدا لكل الفائزين فدي دعوة للشباب ان هم ينضموا لهذه البطولة علشان يبقى فيه روح رياضية وفيه فوز وفيه مكسب وفيه جوائز عينية ومالية كمان هيكون يوم الجمعة الساعة السادسة مساءنا ان شاء الله في المنطقة الشاطئية بالمناسبة المنطقة الشاطئية فالفعليات مستمرة جدا وفيها عدد كبير جدا من الزوار يا بسانت كل يوم بيزيد عدد الزوار وطبعا الأسر الكتير والأعمار المختلفة وأجواء مختلفة وأجواء ممتعة جدا داخل مهرجان العالمين وخصوصا في المنطقة الشاطئية لأن فيها كل الألعاب الرياضية المميزة فيها الباسكتبول والفادل وفيها التينس وفيها كل حاجات موجودة جدا كتير جدا في المنطقة الشاطئية وفيه تناغم كده ما بين الأسر كلها وفيه عجل زي ما قلت لك مبارح وفيه شاشة عرض كبيرة جدا لمتابعة أولمبياد باريس 2024 ففيه فعليات كتير جدا هتيجي في الفترة القادمة يوم تسعة أغسطس القادم كمان حفلة الهضب عمر دياب وصيف يعني حفلة الهضب عمر دياب وأكيد هتبقى حفلة مميزة مليئة بالجمهور وزاي ما انتي ذكرتي والناس كلها عارفة إن التالت مرة الإعلان عن التذاكر وكلها طبعا صل داوت يعني خلاص ما بقاش فيه تذاكر بس طبعا الناس لسه مزالت بتسأل على التذاكر عمر دياب لأنها حفلة مميزة كلنا كلنا من وإحنا صغارين لحد دلوقتي بنستنى الصيف علشان يبقى فيه حفلة مميزة العمر دياب كمان يوم السبت القادم إن شاء الله هتكون حفلة النجمة اللبنانية ديانا حداد وكلها فعليات مميزة كلها مليئة بالجمهور والجمهور كله سعادة وبهجة علشان يحضر كل الفعليات الموجودة داخل مهرجان العالمين في نسخته التانية وأنا معاكم على طول لحظة بلحظة لنقل هذه الفعليات شكرا ليك يا فاطيمة ويعني إحنا متحمسين إن إحنا نعرف عنك أكتر إيه اللي بيحصل أو منك أكتر يعني إيه اللي بيحصل في العالمين وهنرجع لك أكيد كمان شوية عشان تحكي لنا أكتر الأجواء عاملة إزاي النهاردة